اوي المحطة لا سدولة أنا أريد المحطة دي بعد طب اتنقل اسكت 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 بس يا الخير وأهلا بكم معنا النهاردة في حلقات دي ده من برنامجكم أهدي أخلاك معاكم الدكتور الشلبي شلبي الرديو ده يلا بسبعة رواح ولا ايه؟ ايقوا ديقول لأسلانة كل يوم بنقعه ساعتين في المياه والصبوغ صباح الخير مريضي العزيز مريضي اقفل يا عم مريضي ايه؟ طبعا كل واحد فاكر نفسه مش مريض وبيقول هو مين ده اللي مريض وبيقول كمان هو الدكتور الشلبي شلبي ده خرف ولا ايه؟ ولا الراديو ده ملوش حل غيره انه يترمي هاتو هاتو ده يترمي في الشارع بقى هاتو ايه هتكون خفت وعاو الصهرة ايه لا الراجل ده قصدك انت بس يا لا بس اسمع كلامي للآخر وبعدين قرر مش تفضل يا سيدي ايوا كده ده موضوع النهاردة عن الوفاء بالوعد كانتني رسالة من المريض عين سينصاد بيقول انه فقط ثقت اسرته فيه وانه ما بقوش يصدقوا حاجة بيقولها وبيعتبروا كلامه تحصيل حاصل ده لانه لازم يبقى راجل شديد في بيته يعني مش اي كلام صح يا دولة عندك حق انت مالك انت مالك انا شايف ان الراجل هو اللي بيوفي بوعودك مشكلتك يا عين سينصاد بتكمن في انك ما بتوفيش بوعودك مع اسرتك وبالتالي فقط تحت رامك وسطيا ازاي يا دولة الكلام ده تب ما انت يا عامة هون عمرك ما بتوفي بوعودك لحد يعني وبالرغم من ذلك اسرتك كويسين الحمد لله بالرغم من ذلك انت بتتكلم لي يا لا ما تسكت يا لا اسكت خلايا نشوف الراجل بيقول ايه احيانا الواحد بيتهيألو انه موفي بوعودك وما عندوش اي مشكلة لكن ده مش صحيح روح واسأل اسرتك كنت تعرف هما شايفينك ازاي اسألهم قبل هما ما ما يسألوش فيك ودلوقتي مع السلامة مع السلامة أيهυ buck والراجل الجاي يقلقنا وماشي ولا Julie ايه دولة عمان عم تسيبه يا عم انت إلا الآن کی ايه إلا الآن في ايه ما هو قهلكل Hebrews صراحة يعني مممكن يكونوا في البيت فعلا ما Cyclops حاولتك يا دولة الاروح اسألهم يا عم والمية تكدم العتشاء لا 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 emm ممكن ابه أنا فعلا ممكن اب استى ليه دولة ممكن ابقي انت له يعنيد انها ايه م��서 عين سينسا ط اللا اtoberل الراجل دوا ون ليه مقالش يعني عصص لازم عين سينساد عين سينساد يعني عصص لا يا لأ عادل سعيد صابر عين سينساد يا راجل انا بحسبه اسمه عصص يعني لا اما اي حد بيبقاله اسمه حركي يا لأ طب وانا دولة ليه برضو اسمه حركي؟ طبعاً ازاي دولة يعني؟ يعني انت اسمك الحقيقي رمزي اسمك الحركي يبقى جيم زين ميم ته مربوطة جزمة؟ بالظبط رانيا انا كنت عايز اسألك يعني هو انت بتصق فيا؟ هو انت خنتني يا عادل؟ ما معقولة يا رانيا؟ خنتك ايه يا ماما؟ حكاية ان واحد يخون الحد ده يعني بتبقى محتاجة تفرغ الواحد يبقى فاضي زاقت بتحتاج امكانيات وانا ما عنديش الامكانيات دي صراحة من خونك يعني يبقى انت عايز تخوني واول ما هتجيلك الفرصة للصفح هتصفع انا عايز كنت تصفع عني يا رانيا لو سمعتين خش في الموضوع يا عادل رانيا هل مثلا انا مرة وعدتك بحاجة وما كنتش على قد ثقتك بيا؟ طبعا انت عمرك ما وعدتني بالحاجة الا وكنت متأكدة انها عمرها ما هتحصل اساسا اول ما بتوعدني بالحاجة بيعم تبني احساس وشعور باليأس الشديد وبرفض اصلا الشيء ده انه يحصل رانيا لو سمحتين ما تتوهنيش خليك محددة ايه اللي انا وعدتك بيه مثلا وما نفستوش وما كنتش على قد ثقتك عادل ارجوك مفيش داعي نخد في المخاط اللي اتخد فيه قبل كده اه قصدك يعني بلاش نحكي في المحكي ايوا لا احكي بقى يا هاني ما احكي تفضلي وقولي لي ايه اللي انا وعدتك بيه وما عملتوش اوكي انت اللي جابتو لنفسك فاكر يوم عيد ميلادي يوم ما وعدتني ان انت هتجيب لي عمر ديه بيغني اليوم ده روح تجيب لي مغني مغمور اسمه طوصن اتمنك يا سنة طوصن ده زي الفت وفي مطلب زي طوصن لعلمك بقى انا كشاعر يعني بتنبق لطوصن ده انه هيعدي عمر ديه عادل لو سمحت مفيش داعي نتناش في منطقة منقوشة قبل كده منقوشة بتلجائي لللهجة اللبناني يعني عشان تتوهيني في الحوار لا يا ماما انا حافظ لغاك كويس اوكي يا عادل خد عندك دي كمان فاكر لما قلتلك ان انا عايزك تشتريلي عربية قلتلي على اول شهر هجيبلك عربية فور باي فور مو دي للسنة حافظتي دي ما تعتبرش وعود دي تعتبر اشتغالات هكس بدحك عليكي لكن انا عايز مسلا وعود اللي انا بنفزها يعني مسلا هل مرة طلبت مني ربع كيلو جبنا رومي وانا ما جبتهوش هل مرة طلبت مني نص كيلو زاتون محشي مسلا وانا اكلته في السكة وجبتلك الكيس فاضي انا كده فهمت حضرتك حضرتك عايز تنزل لقاع اوكي انا هنزل معاك لقاع يا عادل اخر مرة حصلت حاجة من اسبوعين طلبت منك يا عادل ان انت تخرجني تعشيني برا ايه اللي حصل صراحة يعني كبرت دماغي وما خرجتكيش يعني اديك ردت على نفسك هل تعتقد يا عادل يا ابن حماتي انعام بعد كل التجارب المريلة اللي مرت على مدار السنين اللي فاتت اقدر ازرع ثقتي فيك وليه يا حبيبتي نلجأ لزراعة؟ اذا كان الموضوع منابت لوحده وانجلته باينا اه 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 تقول ان احنا محتاجين نتعامل مع القسمدة العضوية النيتروجينية؟ ممكن ما نلجأش للقسمدة اه ممكن مثلا نلجأ للري بالتنقيط اه بس انا مش فهمة يعني ايه موضوع التنقيط ده ممكن تفهمني؟ يعني مثلاً لو أنا عزمتك في مطعم زي ما أنت عايزة هل بعد كده هتنقطينا بسكاتك؟ لا لحسب نوع العشاء والمكان بتاع العزومة حلاص هذا مكان فاخر إن شاء الله عدد واحد عشاء فاخر في مطعم فاخر لرانيا أوكي؟ موسيقى ثقة إيه اللي أنت بتتكلم عنها؟ الثقة يا سناء الثقة يعني لما حد بيبقى واثق في حد إن هو هيعمل حاجة طلبها منه ويبقى واثق إن هو هيعملها له يعني طب ما دي حاجة إنت أبعد ما يكون عنها؟ إنت بتتكلمي ليه أصلاً أنا موجيش كلام ليكي ماما إنت بتثق فيها ولا لأ؟ من ناحية إيه يعني؟ يعني هيكون من ناحية إيه يعني يا مام؟ هتكوني بتثق فيها من ناحية اليمين وما بتثقيش من ناحية الشمال؟ بتثق فيها من ناحية التعامل؟ ليه يا عادل عايز تمقش في المنقوش؟ إيه 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 كادي؟ واحدة تقولي المنقوش والتانية تقولي المنكوش؟ هو فيه إيه بالظبط؟ هو إيه لي فيه إيه بالظبط؟ يعني تفضل ساكت وتسد إن إحنا ساكتين بدل ما تجيب لي نفسك الكلام لا أنا عايز أجيب لي نفس الكلام وإنت ما تتكلم إيش لو سمحتي خلي ما هو هي اللي تتكلم؟ يا عادل ليه عايز تفتح على نفسك فتوحة؟ افتح يا ماما الورقة والقلم موجودين هي وعايز بس أعرف أنتو في حاجة مدقيقةك ومش الواصقين من إني فيها؟ ماما بصي هو اللي جاب لي نفس عمال يقولي افتحوا افتحوا ادي له بقى فجنبه موتر حموش بس سبيلنا الضهر والسنين آه معلش يا ابني على عيني فاكر لما كنت في ابتدائي وجبتلك كشكول وقلتلي إنك إنت حتخلصه على آخر السنة وخلصته قبل السنة ما تخلص ماما كشكول إيه ماما؟ كشكول إيه؟ ماما أولاً ده ما كانش كشكول دي كان الكراسة تلاتين صفحة ثانياً سنة كانت واخدالها صفحتين من النص ثالثاً أنا خلصت الكراسة دي قبل ما الدراسة تخلص بأسبوع ربعاً ابتدائي ايه يا ماما؟ ابتدائي ايه ده أنا بقيت زي الشرح تجاه بتفكريني بابتدائي يا ماما؟ ماما قصدها أن اللي فيه طبع ما بيغيروش يا عادل طب فاكراً أنت يا سنة لما وعدتك أن أنا هجيبلك العقد الأصفر فازرق اللي إحنا شوفناه في بوتيك عولنا وإنتي؟ آه وعدتيني وما جبتوش ومش هجيبوه مش هجيبوه وعايزك بقى ما تثقش فيه يا سنة الغيني الغيني من حساباتي الغيك يعني حلغي في الملغي أساساً سنة لو سمحتين ما تتكلميش أنا بتكلم مع ماما 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 أفتكراً أي حاجة تانية يا ماما غير موضوع الكاشكول ده يا ماما يعني فيه حاجة أنا وعدتك بيها وما كنتش قد السقة يعني؟ آه فاكر لما وعدتيني أنك تخرجني في المطرة يوم أجازتك وما خرقتنيش وأنا بحب الخروج في المطرة؟ يا ماما ما هيما ما اططرتش يوم أجازت يا ماما ساعتها بقى مش مفروض ما تثقيش في إياه مفروض ما تثقيش في الجماعة بتوعي الأرصاد الجوية ليه تاخديني بزنب الأرصاد يا ماما؟ ماما طيبة وغالبينه ما بتعافش تتكلم على حقوقها تحب أقولك أنت وعدت ماما بإيه وما وفيتش بيه؟ لا ما تقوليش لا هقول لا هقول لا هقول فاكر في عيد الأم اللي فات لما وعدت ماما أنك تجيب لها بلتو عشان ينفحها في الشتاء؟ آه إزاي الحكاية ده رحت عن بالي؟ آه آه البلتو الصوف إيه ده وأنا ما جبتوش آه لا بس يا ماما بفاكرا أنا ساعيتها بقى جبتلك جوانتي وكان صوف برضو جوانتي إيه يا بو جوانتي جوانتي إيه بخمسة جنيه ده من عند الفرشة اللي قدام بوتيك عولها أنت كان بينك وبين البوتيك خطويتين لو ما ديت رجلك كدك وتدخلت البوتيك وجبت لمامتك حاجة عليها الإيمة من البوتيك الشيك خلاص 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 أدي يا بلتو صوف إنجليزي لماما آه وعقد الأصفر فزق لسناء ماما ما تضغطيش عليها زيادة عن كده أنا مش عايز أجيب ليسناء حاجها ماما أنا ما أحبقاش يا ماما هادي أوه اسويدة عقد أصفر فزرق لسناء بس هجيبه بقى من على الفرشة اللي قدام بوتيك عولها لا من المكان الشيكي وبوتيك عولها مش هجيب من البوتيك لا بوتيك عولها من الفرشة من الفرشة وعودات إيه يا عادل إحنا سكتانين بمزاجنا وبلاش بقى تبلف في المبلوف تبلف في المبلوف يا مربي أنتو بتتعلموا الكلام ده من إيه أبي يا عادل السكة محتاجة وقت كبير عشان تتكون بين الطرفين يا سلاة ده على الأساس أن أنت بيتكلمي يعني زميلك في الجامعة طرفين إيه يا نجلاء بص بقى يا عادل إحنا هنكلمك بصراحات وقوة هتفتكر أن فيه استغلالات لا طبعا يا حماية أنا عارف أن أنت استحالة تستغليني طبعا من فضلك يا عادل أنا عايز دولاب بدورين دور ليه ودور للنجلاء وأنا كمان عاوز أمراية طويلة مترين عشان عارف أشوف لبسي كله مش نص ونص وبعدين بقى أنا عايزة أغير كل الإضاءة اللي في القودة وأعملها إن دايريك لايت وأنا عايزة ورقة حيطة للقودة بصوا واضح إن الطلبات دي لسه مفكرين فيها أنتوا دولوقتي حالا يعني بالنسبة للأوتوبيس أبو دورين إيه أوتوبيس إيه عادل؟ أنا بكلمة على دولاب والله ما تفرق أوتوبيس بودورين دولاب بودورين سرير بودورين كده كده مش هجيبه فما تفرقش يعني طب والمراية المترين؟ يا نجلة مراية مترين هتفحك علي أنا؟ أنت أساساً متر وخمسة سنتي عايزة مراية مترين تعملي قصادها إيه؟ تعوضي قصادها إنت واحدة صاحبتك طويلة مثلاً؟ طب خلاص خلينا في ورق الحيط ورق الحيطة إيه بقى هتكتبع ليه محاضرات ولا إيه؟ يا جماعة أنا بسألكو هل في حاجة أنتوا طلبتوها مني قبل كده وأنا مجبتاش؟ مش بقولكو إيه اللي إنتوا نفسكو فيه وأنا مش هجيبه أوكي يا عادل في قفاشات دلوقتي أنا قفاشتك فيها ها؟ أنت فاكر يوما وعدتني فالنتاينز داي أنك هتجيبلي الكتاب بتاع الشعر الكبير قوي نايلون هتلر؟ هتلر ده بسأك ما قدرش هجيبه يا حماتي لأنه ممكن يتقبض علي بيه صراحة يا عادل يبقى أنت كده بقى وعدت وخلفت وخلفت وفعلاً اللي خلف ما ماتش وعدت وأخلفت يعني تقصودي ماشي بس هجيبه أدي ههو كعدد واحد كتاب نايلون هتلر 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 وكتب عندك كمان عوزة لينسيز ألترا جري أصلي أنا وعدتك بيها قبل كده دي ولا إيه؟ أيوة السنة اللي فاتت السنة اللي فاتت لينسي لينسي أرطا لأ بصي ممكن تكتبيها أنت عشان لو أنا كتبتها هجيبلك حاجة غلط مثلا للودان ولا بتاعها عدد واحد عشان رومانتيك في مطعم فاخر عدد واحد بلتصوف عدد واحد عقد أصفر فزرق من على الفرشة عدد واحد كتاب نايلون هكلر بابا عايزة إيه يا سمين أنا مش بسق فيك آه بنت سمعتين بقى أيوة بابا عايزة تجيب لي المقى اللي انت وعدتني بيه بص يا سمينة حبيبتي بلاش تلطاشة في الملطوش عشان ما بهدركيش ولطوشك بعيد عني لأ بقى مش هابك اسمعنا ماما نقشت في الملقوش وتدى إنعام نقشت في المنقوش وتدى مجيدة بلفت في الملبوف الملبوف؟ يعني هرابيات لا تقماشي تفضل حضرتك تفضل حضرتك التوشي في الملطوش إيه طلباتك؟ وعدتني بعجلة وما جبتها إيش وعدتني بلابتوب وما جبتوش وعدتني بموبايل وبرضا ما جبتوش آه ده إحنا كده عدينا مرحلة اللطش في الملطوش ودخلنا على مرحلة النفخ في المنفوخ عشان ما السيقة ولا إيه؟ ماشي السيقة طب ممكن يا يا ياسمينة حبيبتي يعني نقسم حكاية السيقة دي ممكن نقصتها؟ يعني إيه؟ يعني الأول أجيب لك العجلة ها؟ عشان ما نبقاش بنتلب في المتلوب أبوس إيدك يا دو لما تقوفيش بوعدك معي لا يا رمسي لا 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 أنا وعدتك لازم أوفي بوعدي يا ابني أنا عايزك تصق فيي مدام وعدتك هرفدك هرفدك لازم تصق يا ابني يا دولة أنا مش عايز أستفيك خالص يا دولة يعني إيه؟ لا 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 أنا لازم أوفي بوعدي وخلاص أنا وعدتك إن أرحالك على بلكه تذكرت الميكروباس حجزتها هتاخدها وتبتيك على الله روح بلكه يا غمزي يا دولة يا دولة أبوس إيدك يا دولة خليك يا عم إنسان منافئ وكذاب وغشاش وخلاف للوعود يا دولة ولو لمرة واحدة بس في حياتك يعني عايزنا عمل إيه؟ عايزنا عمل إيه؟ أبيع ضميري؟ أبيع أخلاقي؟ أبيع قيمي ومبادئي؟ أشتراهم أنا منك يا أخونا وإذا كان على فلوسي عم ما تحملش أموم يا دولة ما حملش أموم ليه؟ إنت محوش يا عدوة ولا إيه؟ آآ 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 دولة بقى حاجة بسيطة كده على قد ما قصمت يعني كنت محوشهم علشان لما تقل بأصلك بيا آآ أقل بأصل يعني أساس أرفيدك آآ محوش بقى كام يا نصاب يا حرامي يا لس هم تدول هم تخوي هم تمانية جنيه وربعة دولة تمانية جنيه وربعة؟ محوشهم من ورايا؟ يا حرامي يا لس تمانية جنيه وربعة؟ ده أنا ابن عامة يا رمزي بتسرقني يا رمزي عشر سنين معاقى في البزار ومحوش مبلغ ضخمة زي كده؟ تمانية جنيه وربعة؟ هتعيت هتعيت؟ ليه؟ أنا عملت لك إيه يا ابنة؟ ده إحنا كلنا بنحبك يا رمزي بنحبك و بنقعد نقولك قرقص يا رمزي كسر يا رمزي في النهاية عايز تحترف في بزار تاني في سويسرا مين وراك يا هات؟ عدد واحد عشاء رومانتيكي في مطعم فاخر طبعا يا رانيا يعني أنا سألت على حكاية العشاء في المطعم الفاخر ده ما لقيته هيكلف على الأقل خمسمائة ستمائة جنيه يا بلاش يا بلاش طبعا طبعا حضرتك يا بلاش لأن انت مش دفع حاجة من جيبك أنا اللي غرمان كل حاجة يعني عدد واحد بلتو صوف عشان ماما ماما أنا سألت على البلتو ده لقيته في بوتيك عولة بخمسمائة جنيه غير الخمسة جنيه بتاعة العقد الأصفر فازرق بتاع الأخت سناء يعني الفلوس دي كلها هاجبها منين هاجبها منين طبعا هتجبها منين عشان خطر سناء لكن الخمسمائة والستمائة اللي بتطلحهم بالهبل كده ده عادي سناء لو سمحتي بعد إذنك ما تقطعنيش أما إيجي دوريك في الكلام بيتكلم براحتيك بالنسبة بقى لعدد واحد كتاب نيلون هيكلر حماتي معلش أنا سألت على الكتاب ده لقيت إن في صعوبة يدخل مصر من الممنوعات ما ينفعش يدخل لنا خالص لكن في واحد هقدر أجيبه منه بألف جنيه بس أي حد ممكن يروح يستلمه من حلايب ما يا عادت برضو المثقفات محتاجة لتضحيات تضحيات طب وأنا ضحي ليه؟ إبعاتي الهانم تروح تستلمه هي من حلايب حضرتها طالبالي عدسات لونها مش موجود أصلاً مفيش بنا قدمين لون عنهم كده يعني إيه ده؟ لا فيه طبعاً مهيب صاحبي في الجامعة ده مابتو سربية وبابا صمالي مابتو سربية وبابا صمالي؟ طب يحمد ربنا إن هو عايش لغاية دلوقتي يعني للعمار بيد الله يا عادل أيوا يا ماما على رأيك المهم يا جماعة أنا عايز أقول لكم إن أنا كان نفسي بجد كان نفسي أجيب لكم كل طلباتكم مش بس الطلبات اللي أنتوا طلبتوها مني أنا كان نفسي أجيب لكم أكتر من كده كان نفسي أجيب لكم أي حاجة حتى أنتوا بتفكروا فيها مجرد إن انتوا بتفكروا بس أنا أعمل إيه؟ أنا معيش لوس معيش لوس أجيب لكم كل الحاجات دي أنا كل اللي أحتكم عليه في دنياتي أم 8 جنيه وربع بس جايبوه من واحد بدون ذكر اسمه يعني اسمه رمزي ماذا؟ 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 إحنا مصدقينك يا عادل وبنصق فيك ربنا أخليك لي يا أماما ربنا أخليك أنا مش عارف أقول لكم أنا آسف يا جماعة أنا آسف أنا آسف نو 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 بليز دونت سايز زوري يا عادل بصراحة إحنا لما طلبنا المتطلبات دي إحنا كنا بنستغلك يعني علشان المصلحات بتاعتنا ربنا أخليك لي يا أحمد يا ربنا أخليك لي يا يعني بشكرك على الصراحة اللي أنت صريحة فيها دي ماشي يا بابي بالنسبة للعاش الرومانسي اللي أنا كنت طلباه مش ضروري يعني يبقى في مطعم فاخر يعني ممكن إحنا نبعت نجيب اتنين كيلو كباب وكفتة وفرختين وحنانتين وشوية سلطات وشربة وهنتعشة في البيت بقى هو ده كده يبقى عاش الرومانسي؟ ده ده كده رومانسية الجوع يا ماما عادل أنا ممكن ريحك وقولك تعمل إيه على الشرط الضينا أنت بالذات ما تتكلميش خالص يا سنة أنا بقولك هو أنا لو معاها مليون جنيه مش هجبلك الروقت أبو خمسة جنيه اللي أنت بتقولي عليه ده يا جماعة يا جماعة عراعوا الظروفي يا جماعة عراعوا الظروفي لو سمحت اتمن يا عادل إحنا برايعين ظروفك وعارفيناك كويس واللي ما تقدرش تجيبه السنة دي تجيبه السنة الجاية المهم نكون مع بعدينا يا ربنا خليك يا ماما فعل يا عادل لازم نكون مع بعدينا يعني أنتم مزهلين مني بجد يعني لا أوكي أوكي بابا هي يا سمين أنتو جيبتوني ليه؟ أهو فراغ بقى يعني ملقناش حاجة نعملها قلنا نجيبك يعني طب أنتو جيبتوني ازاي؟ آآ أه يلا د cubicوني إزاي آه آآ جبنا بقى شوعة سكر ورفعنا السجادة وحطينا السكر تحت السجادة جينا الصبح لقناك على طور طب انتو لقتوني تحت السجادة ولا لقتوني على كنابة آآ آآ يا ياسمين ياسمين بص الساعة كم دلوقتي والغاية دلوقتي لسه صحية اتفضل يخش ينام يلا خش ينام الصباح على خير يا رب بنت يا رب بنت نملة ادا عارف انتي لو ما كنتيش بنتي كنتي مودي اه اه تعبين بيبي كنا عايزين ننسل نجيب من تحت ال اه الايه الايه انا ما بسدق الاقي سرير ايه ده سرير سرير تخياري تخياري يالا اسمها الاخب يا سلاح طب قوم افتح الباب بقى شش احنا نعمل نفسنا مش موجودة في البيت اساسا عادل افتح الباب يا راني اوة كل حاجه انا اللي عمليها بقولك تعبه انو ما صدقت الايه سرير تقولي افتح الباب حاضر اه افتح الباب حاضر المكواجي بيخبك تعال ابا اتفضل تحضر الفلوس بتاعته كمان اه جاء اخد الفلوس حاضر يا راني حاضر هاجه اخد الفلوس هات يا حضراتك لا يا حبيبي امدي اليدك التهرى وخدها من هنا كمان امدي اليدي اعنا بتتعبيني اكتر حاضر حاضر اف 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 انا نادر وعايز اتجوز منت حضرتك ايه؟ اف وانت شفتها فين بقى؟ انا اول مرة شفتها صدفة وبعد كده اتكررت ان انا يعني ادخل البيت من بابه تدخل البيت من بابه اه لا والله براوة عليك يعني وبعدين مسألة عجيبة قوي انت مش شايف يعني ان هي صغيرة عليك يا عم الحاجات دي ما بقيتش تفرق معانا خالص على فكرة وبعدين يا عم يعني انا شاب جاهز وعندي شقة وعندي عربية بتاعتي والموبايلة بو كمرتين كمان موبايلة بو كمرتين حلوة وانت اهلك موافقين على كده؟ طبعا موافقين وبيشجعوني كمان على كده علشان علشان اكمل حياتي مع البناة قدمة اللي انا اختارها قلبي اختارها قلبي باك ياد ورجلك ياد للغاية دلوقتي بيتخافت الان في الظلمة انا هقف جنبها يا عمي لحد ما تتغلب على خوفها من الظلمة بص لغاية دلوقتي بتلعب بالعرايس انا هجيب لها عرايس يا عمي وهلعب معاها كمان بالعرايس يا عمي انا انا اتكلمت معاها اتكلمت معاها والله العظيم وهي يعني شبه موافق اتكلمت معاها من ورايا؟ بتأرتصني يا لها؟ يا عمي انا ما كانش قاصدق ارتصق خالص على فت انا ما اتكلمتش معاها كتير حبة صغيرة حبة صغيرة؟ يا هانم انت يا هانم تعالي شوفي بنتك انت يا هانم في عادل انت بتزعق كده ليه اللي حصل بتزعق كده ليه؟ قلتلك ميت مرة ما تفكيش الضفاير بتاعت البنت انت قلتلي من غير ضفايرها هتبقى احلى من كتير ومشيتها لي بزعررتين اتفضل الزعليم بتاعتك يا هانم الهانم الصغيرة ماشية بتتعاكس من شباب الحتة وادي العينة الكابتن نادر يا عمي نادر بيعاكس الهانم وهي ماشية فاكر انه هو اللي موجرد انه عنده بتاعته شقة وعربية وموبايل بجاميرتين ان انا هوافق ان انا اضحب بنتي بضنايا ومش بعيد يكون بيأرتصنا وبيركب معاها المراجيح من ورانا يا عمي عمي انا انتو شبه مراجيح اخرص خالص بابا هو مين ده؟ مين ده؟ يا ناري سوح انت خلاص من كترون بقيت التلغبات فيهم؟ ايه يا جماعة الدوشة دي؟ ايه ده؟ اتقل لي جابك هنا؟ هو انا يا ابني مش قلتلك ان انا عمري ما هرتبط بيك هم عاديين جوا بيعملوا ايه؟ طب اروح واجه تاني؟ وانت فاكرني جاه لشان اخطب البنت الصغيرة ده؟ عادي يعني ايه واني ايه عادي يعني؟ بنتي يا مساهوي كانت انا عادة مزنوقة جنبك في الوضة بقية تلت ساعات احكي حكايت ومتعشي تهتهي ما سيبيها تتكلم بقى انت كمان قف شتب قولي يا حبيبتي قولي احكي ابدا من كام يوم كنت ماشية في الشارع مزاوغة من جامعة يعني ورايح عاطفة فجأة لقيت الود المعفن ده وفضل ماشي وراي طبعا انا نفط له لان هو باين عليه ود صايع وضايع وانا في العادي بتعكس من عيال اجمل من كده بكتير قوي مهمة اليهاردة عمل حاجة غريبة قوي فضل ماشي وراي وجي وراي هنا لحد العمارة قاعد يقولي كده في كلام غريب اتجوزك واكلم اهلك طبعا انا يا مامي نفط له وطلت هنا البيت برافو عليك يا حبيبتي يا قلبي هو ده بقى التربية بتاعت الماما برافو يا ببيت يا نهارا بيض وانت كنت بتسمعي حكاية غالي احنا بنسمعها يا مجيدة ولا ايه اسبولي بس يا بنت الامور لسه ملتبسة في بعضها انا رأيي ان احنا نشوف حكاية الولد دي الاول انا بقول حاجة احسن حاجة ان احنا نتقل عليه كده شوية ها وبعدين نشوفه هو عايز ايه بالظمت هانتي رأيك ايه بقى يا نجلاء والله يا رانيا انا تقريبا كده مش هعرف اخد قرار طول ما الزحمة دي موجودة اه يا حبيبتي معاكي حقق يا قلبي يا ريت بقى لو لوك كلمة اه كويسة يقعد ولما لوش كلمة يا ريت ينجر برا القودة دي يعني الكلام ليكي يا جارة ها اه نوجة حبيبتي مش هتلاقي حد في الدنيا او في القعدة دي عنده خبرة في الزواج والعرسان قدي خبرة حديكي معلومات جوجل اختك دية الخيبانة اول مدب جالها اتدبت على بوزها وتجوزته فمعندهاش خبرة خالص يا حرام فعلا معاكي حقق فعلا شوفتي مامتك معايا على فكرة انتي معاكي حقق فعلا انا اتدبيت انا ما انكرتش بس على المدب اللي انا اتدبت فيه احسن بكتير من المدب اللي حضرتك اتدبتي فيه لذلك ارجو الصمب والخروج وانا بس اللي هقدر اقول رأيي في الموضوع دا آآ مرسي مرسي على المقطعة آآ أنا مستانيكي برا اه اي نصيحة اه اي نصيحة المداب اللي بتتكلموا عنه ده يبقى ابني اللي اواكه في بيته بيصرف عليكو يا غجر يا سلوما وخويكو انتو كمان يا غجر انتو كمان بتتكلموش سمعي بقى الشتب ومش وقته خالص الكلام التلي ده انت بتتكلمي تقولي ايه على العموم انا سايبالكو القوضة وماشي يا ريب تردي هوي فيسة فيسة شوفي انا شايف ان احنا ناقصنا انفرميشنز كتيرة جدا عن الولد ده فانا من رأي ان احنا ممكن نجيب صورة حديثة لي نقارنها على الانترنت بصور المجرمين العوتات دول يعني حيث ان احنا نتطمن ان هو الراجل ما عندوش اي مشكلة يعني وان هو مش منتحة شخصية كده ولا كده فهميني؟ يعني اللي هو بوسي يعني انا انا حبيت اساعدك بس حيث انك مش عايزة فانا ممكن اخرج من القوضة بالكرمتي يعني خدا وظي بقى ياomnونو حبيبتي انت برافو عليك اللي انت عاملتي انتي لازم تأخدي رأيي ماما ف كل حاجة ماится بوعنا انت عارفا رانيا أختك لما جيت تتجوز عença دله هي أخدت رأيي وأخدا الاقنعتها عشان تتجوزوا اختي متندي علي ايوة رانيا ايوة جاية طبعاً انت عارفة ان العريس ده كان جايلي انا القوي مش كده؟ بص بقى انا جيت اعود معاك بس عشان اخلص من الزن اللي عندي في البيت فياريت يعني تحاول تفهم وتقدر وبلاش تضغط علي بس انا مكنش اصدى اضغط عليك خالص على فكرة يا سلام ام الكل يوم بتتب علينا في البيت وعملت تجيب لي في جاتو وعملت تصحب على جوز اختي كل ده بتسميه ايه؟ صحيح اللي جاتو اللي انا جبتوا مبارح عندكم عجبك بصراحة كان حي وقوي بس ده مش معناني موافقة على اللي بيحصل نجلة انا عندي كلام كتير اوى عايزة اقولهولك اوه وانا عندي مارس من مبارح وبقولك ايه؟ ايوه انت مش التيب بتاعي وفي حاجات كتير اوى محتاجة افكر فيها قبل ما اخد القرار اوه خلاص فكري براحتك وانا مش هاجه عندكم تاني لحد ما تاخد القرار ده اهلا زكا نادر اتفضل 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 من شكر يا طره نجلة وصلت لقرار ولا لسه اه 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 لا 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 اه ولا ارى اه 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 لا 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 يعني أول لا 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 يا عادل أول لا لسه بتفكر آه لسه بتفكر تفضل تفضل لسه بتفكر لسه بتفكر الهالم لسه بتفكر طيب أنا هاعد ذا أستنى لحد ما اتفكر ماشي تشرب شاي وجاتو مسلا ياريت إنت جاب معك جاتو لا طب عمل لنا بقى شاي إيه 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 مش اختكتا وبعدين الهالم بقى لها قدي ايه بتفكر وانا عايز اخلص الوات داخل خارج داخل خارج ما ينفعش الكلام ده ما ينفع عشان نفضل نستنيين طول العمر وهي الهانم حبسة نفسها في القوضة فاكرة نفسها ازبيدة سهروا انا عمدت كل نقطة اعمله وهي مش حايزة تقتنع بقى رأيي اطلاقا بسبب جواستي منها من انا اش معنى؟ هو والله يا هو كده بقى هي مش مقتنعة برأيي اساس ان انت مش عاجبك اتفضل خش اخناعها لان انا بصراحة اطلقت كل طاقاتي وعن انا تفكيري وهي مفيش فايدة فيها ثورة جاية ثورة جاية ايه يعني انا اعمل ايه دلوقتي الودي اللي داخل خارج داخل خارج شكلي بقى وعش انت ايه؟ ها عملت ايه؟ جهزت العدة يا معلم؟ زبطت كل حاجة يالله بقولك ايه؟ ها؟ يا نجلة واخده كل الوقت ده في التفكير ليه؟ اقموا لسبب بسيط جدا ان ده قرار مصيري ووبا ايه 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 انت تتحسنت اوي كده ليه؟ ايوها معلم ان ساعة ما تسبت لي ده مبرح وانا هتقول الليل بقى صهاران عمل اتضرب لك عادل عادل ايه؟ ما تقوم يا عادل تكلم نجلة اه ايو ايو هكلم 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 هه نون جون لا 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 مش جون ده ما تحسبش مع انا كنت باتكلم مع رانيا ايه يا رانيا عايزة ايه؟ هايزك عشان تقوم تتكلم نجلة يا عادل اه هاتكلم معها بس بعد مدرس اخلاق الواد الواد اصلي الصراحة عايز دراسة جلبا جدا قل لي بقى انت ايه اللي عجبك بقى في مجلة بقى معلم? مش حارف اقول لك ايه ولا ايه? بس انا اول ما شفت عينيها حسيت بيها بالدفئة والمكان والموبايل ابو كمرتين. اه. اه. احبها اوة على فكرة. بقول لك ايه? اه. وانت ايه اللي عجبك في اه في امراضك? يعني جوزتها ليه? والله يعني لاسباب اه تانية خالص يعني. بس اهم حاجة بقى انت عندك شقة ولا معندكش شقة? عندي شقة تلات قوة دوصالة مش جون مش جون دي اوف سايد يا معلم. الحاجة ان ده بيستاهبل. شقة تلات قوة دوصالة لعلمك انا كمان كان عندي شقة تلات قوة دوصالة بس دوام الحال من المحال يا معلم. بس هتقابلك مشكلة جمدة جد. مشكلته دي? اه ان اه اه اصلا نجلة لعلمك متمسكة بمامتها اوي 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 يعني عارف لو انت اتجوزت نجلة اه لازم تعيش مع مامتها اه 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 مامتها دي العلم اكسبت الشيط جدا وريئة جدا بس هي نجلة ما بتقدرش استغنى عنها يا معلم قد 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 قد. يا عادل على فكرة انا موافق ان مامتها تيجي تعيش معانا. انت ايه بتكلم جد? هو جد الجد كمان. مامتها تعيش معاكو? ايوة. بعدين في البيت تختج اللي بتتدلع دي. في دي الوقت مش هارفين اقنحها ولا ايه? انا هخش اقنحها بنفسي. جول. بص بقى يا نجلة مش هينفع نفضل معا لقين الود اسبوع بحاله يعني لازم تقوليلي ايه رأيك عشان نريح ونستريح يا مام. مش عارفة ابيب بس اصل كل حاجة حصلت مرة واحدة كده وانا اتفاجأت. وانت هتفضلي اسبوع كامل متفاجأة يعني. اقوليلي بس ايه اللي مدايقك في الود ده وانا نحللك المشكلة. هو بصراحة سيس. لا دي بحلولة. سيس اللي هي عاملة ازاي يعني? سيس يا ابي? سيس في حد الغاية دلوقتي ما عرفش يعني ايه سيس? يعني عائلة عادي كده وغلبان في نفسه. وانا بصراحة من زمان وانا نفس اتجاوز كده وانت حرك كده ومجنون يعني. حرك ومجنون انت طبعا شوفتي يعني اختك متهنية مع جوزها اللي هو انا طبعا يعني حرك ومجنون فانت نفسك تتجاوزي حد كده. طيب اقوليلي انت ايه رأيك يعني? ازاي نخليه ما يبقاش متسيس يعني مس هيا بتتقال ازاي? سيس. اه يعني ازاي بقى فكري كده معايا يعني بصوت عالي ازاي نخليه مش سيس. اه يعني مثلا يا ابي طريقة لبسه. هو اللابس ايه النهاردة? لابس اه اه استاني يا احدى بص عليه واجيلك. لابس اميس ومنطلون. اهو شفت بقى? اه لا هي مشكلة فعلا. طيب اقولي يا ابي هي جزميته وشكلاقي? اه جزميته هيلة فاضيعة حتى لفتت نظري اول ما جيه هو النهاردة قلت له جزمة دي جايبها منين يا نادر? فقالي جايبها من عند رجل ثانية واحدة ابص على لون جزميته واجيلك. لابس جزمة سودة. فيه حد الغاية دلوقتي بيلبس جزمة سودة? اه لا ده سيس سيس فعلا يعني. طيب دلوقتي يعني يا نجلاء احنا لازم نتصرف. في الوقت لازم ارد عليه اقول له ايه? يعني يا ربي انا طول عمري كنت بحلم اتجوز واحد كده زي محمد حمائي ولا تامر حسني. في الاخر يوع نصيبي في واحد ما عفت زي اللي اسمه نادر ده. اه. تامر حمائي ومحمد حسني. طلبك عندي يا نجلاء. انا مش عارف يا عادل انت جايبني هنا ليه بس? ما تقلقش هنادر انت الان ليه يا ابنك ده هو انا هزبطك. ولا يا رمزي? نعم دول. تعالي يا ات فين الحاجة اللي قلت لك هات? هي دولة. بس يا دولة الجلة دي انا عندكم في مصر غالية او احنا عندنا في البلد ارخص وبعدين مش في علبة كده او انت بتتبطت كده وانتو هتولقها في البلد. هتولقها في جلة ايه يا لا يا لا دي اسمها جل. التانية جلة. دي حاجة تانية التانية انت طبعا اكيد بتاكلها هاد 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 هتعمل بها اي يعني ديها دولة. دي بقى هعمل بها شعر نادر عشان ازبطه. شعر اي يا دولة انت هتسمد له يا دولة. هو عرض دون يا دولة انتو اي حاجة بيحطها لكم في علبة تشترقها كده ومن غير تفكير فكروا بقى. اه فكروا بقى وبتتنرفز علي. حاضر حاضر يا استاذ رمزي هنفكر حاضر حاضر عموما موضوع الجل ده فهيمهولك بعدين. بص بقى نادر دلوقتي يا سيدي انت طلعت سيس. للأسف يعني طبعا. بس انا طبعا الموضوع ده مش رضيني خالص وانا هغيرلك الموضوع ده وغير وجهة نظر الناس عنك انك انت سيس. اول حاجة اعملها هعمل لك نيولوك يا معلم. النيولوك ده يعني عشان بس يبان شكلك واد ريوش. ارميها. مش نشيلها بس لا ارميها. ماشي? ايوها كده الرب عليها. حاجة بقى الشعر. هعمل لك شوية جل في الشعر. تحب بقى خلي لك شعرك زي حمائي على قدام ولا تحب بقى خليه زي تامر على جنب. اه دولا انا عندي فكرة يعني احنا ايه رأيك نعملو هنو كده شوية على قدام وشوية على ورا كده هو كده. نعملو فرق كده هو يعني ايد على اساس يمشي بالجنب يعني انت بتفكر ليه? بتتكلم ليه انت? بص يا سيدي اول حاجة جل وكتر بقى الجل واخد بالك بكيس يلحوز كده هو في ايدك وانت بتحط على دماغك. طبعا يعني دماغك عمرها ما تحط لها الجل ده. وبعدين نقوم عاملين كده هو كده هو كده هو كده هو ما تخافش. خلينا انا اعمل لك بتدوق ايه? بتدوق ايه? بجي? ايوة كده بص كده بقى ايه شكل جديد. عايزك بقى تشلي يا معلم الكرافاتة اللي انت لابسها دي. بص الكرافاتة دي عزيزة علي. عزيزة عليك ايه? هو ده وقت معزع. تفضل. رمزي خلي دي معاك. ماشي يا دولة. السنة السنة هات الكرافاتة دي. هات الكرافاتة دي. بص مات امسح ايدي بس كده. شلنا دي ريحتة حلوة دولة. وقوة عتا كلها. انا بقولك ماشي? افتح لي بقى القميز بتاعك ده. بس كده ما هبرد يا عادل. يا عم تبرد ايه يا عم ما تامر حسني على طول فتح سدره يا عم. والعلمك بيبرد. بس دي ضربة الشهرة. يبرد شوية ليل ونهار. يسخن بعد كده. يفتح سدر الدنيا. يلا. بس تامر حسني عنده شعر كتير انا فبيدفيه يا عادل. وانت عندك ابن ما هو برضو يا عم هيترفيك ما تقلقش خالص. ايوة كده هو. بس يا معلم. يومين تعيش بقى بالنيولوك كده وبعد كده هفرجت. ايه الجزمة دي ايه اللي على هالي? ايه اللي على الجزمة? ايه ده انت هتمشيني حافي يا عادل. عيبة مشيك حافي ولا رمزي هاتلي الشبشب بتاعك. لا يا دولة دي الزنوبة بتاع تومي ما فردش فيها حتى لو همدولك. هاتي الشبشب يا رمزي انا مش شدتك كرفتة? اه. يبقى هاتلي الشبشب خلاص? ماشي يبقى ليك عند شبشب. ماشي هنديك الشبشب دلوقتي هتمشي لي بالنيولوك كده لمدة يومين. اه اسبوع كل يوم مرتين بعد كده هتتعود عليه وتبقى انت ونجلة عاملين زي الارانب بالملوخين. حوالي السعيدي الصغير بيفهم اكتر من السعيدي الكبير. ليه? عشان السعيدي الصغير بقى له كتير من السعيدي. بجده لو كنت شعرف انك دمك خفيف للدرجاتي. نعم. هو انت كنت بتقولي حاجة دلوقتي? بقولك يعني انا مش متصورة ان عادل كان ممكن يطلع منه كل التغيير ده. عادل? عادل ده حبيبي. هو سبب في التغيير ده كل. بقولك يا نجلاء كان فيه حاجة في قلبي بقى لها كتير قوي عايز اقولها لك. شوفتي اللي جوزك عملوا فيا? تجروي تتكلمي? عمل فيك ايه? عمل فيك ايه غير انه جابي الوادي اللي كان متقدملك اللي كان معاه فين ده عملوا بني ادم ولبسه ونجره ونجمه كده وسنفره ودوكه. سنفره ودوكه سنفره ودوكه ايه يا رانيا? بقولك من ساعة معادل عمل نيولوك الوادي الزفت اللي اسمه نادر ده? وقال ايه البنات عملا تجري وراه ومش طيني ومش شايف ايه نفسو ما ايه رانيا كو زيك دايا بني عارس بي تايرانيا اه 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 ايه ايه دولة صحتني يا عم صحتني من حلم الجميل يا دولة ده انا كنت خلاص قربت منها قربت من مين ياه؟ صنية بطاطس باللحمة دولة سيب لي بقى كم منها قبل ما تبقى وقم يلا وقم يلا وقم احنا جايين لنام هنا ولا ايه مش لما كان اكل عيش خش تكى الله روح هاتلي تمثال نفرتيتي من جوه وقم فيش غير رمزي انا بقى لا بقى نو 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 شاس وتعالي يلا تكى الله ولا ولا وبالراحة هاتمثال عشان ما تكسرش لو سمحت لو سمحت كنت عايز تقالك على انت لا 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 يا مانسك يا استاذا يا مداني كده يا دولة رهوبة اه انت بتوزعني عشان كده اه عشان كده ايه يا غبي شوف لنا حل في المصيبة اللي حصلة دي مصيبة؟ ماتت! ماتت ايه هو انت يعني عايز مصيبة وخسائر وخلاص اه روح تصرف 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 ماشي استاني واحد يا دول استاني واحد ايه يا استاذا يا استاذا يا استاذا يا انت جاي اخمي عليك ايه يا استاذ واسع دول هتعمل ايه تعمل ايه ايه يا دولة ايه الي انت بتهببه ده هتقلقش يا دولة الجردل لسه مسحه قابليها بشهرين ورد الجردل انت بتشرب منه هتفوق بيه ستة دي معقولة دي ستة رقيقة يا ابن عايزة برفان كلونيا بس كده ابو الرباميز معاه كل الحلول اوعى يا دولة ايه ده؟ اهو يا دولة ايه ده يا دولة؟ ده برفان الليل واخره يا دولة ده برفان اخر ليلة ليلة واخره ايه يا ابن لا 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 اشيل الالفران ده من هنا يا لا وبسرعة بسرعة يلا تصرف تصرف روح يا دكتور روح يا دكتور ماشي هوا يا دولة هوا ايه بقولك يا دولة دكتور من اللي هو بيكشف على العينين ده؟ لا بيصلى عربيات ده وقت غباوة يلا تصرف يلا 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 جردل يا انيسة يا استاذة يا استاذة طب ايه اجيب مويا بسكر ولا اعمل ايه؟ يا اعمل ايه؟ بنتي بنت هصل لها ايه؟ والله ما اعرف حضرتك ده هي ادخلت كده ومرة واحدة رح اغمع عليها ده انت شبه بالزبط شبه مين؟ احمد عز ناس كتير قالولي يعني افتح بوقك كده وحضرتك دكتور سنان؟ افتح بوقك حاضر اهو ابتسم كشف اهو لف هو فيه ايه حضرتك؟ سبحان الله انت اسمك ايه؟ اسم عادل متأكد ان اسمك عادل ايوا حضرتك هما بيقبضوا عن اسمهم عادل ولا ايه؟ حصلتك مش فاهم انا بقى هفهمك انا جاي اعمل معاك صفقة كويسة تحت امرك انا عندي في البازار تماثيل كويسة جدا يا سيدي من اللي قالك بس ان انا عايز تماثيل مر حضرتك عايز ايه؟ قصار يعني متهربة وكده لا 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 حضرتك مليش انا في القصار خالص انا هدفع لك مبدأ كبير حضرتك عايز القصار دي من انهم اقبرة بالزبط يا سيدي انا لا عايز قصار ولا عايز بحبار انا بنتي في المستشفى اه لا 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 حضرتك لا عايزنا ندفع يعني ثمن المصارين بتاعة المستشفى لا حضرتك هي اللي اغمى عليها الوحدية وحضرتك شفتها بنفسك يعني يا سيدي اسمعني الاخر انا بنتي لما اغمى عليها اغمى عليها لما شافتك قصت فيه شبه كبير قوي بينك وبين المرحوم خطبها هاني هاني لما مات حصل لها صبة عصبية وانا اتصلت بالدكتور بتاعها وبلغته وقال لي المفروض نستغل الشبه اللي بينك وبينه يعني انت ممكن تعمل خطبها وتكرهاها في نفسك لحد مشكلتها ما تتحل ايه بس حضرتك دي يعني بيندرج تحت اسم الكتب وانا ما محبش هكتب ابدا يا سيدي مين اللي قالك ان ده كتب دي كتبة بيضة كتبة بيضة كتبة زرقة انا مليش دعوة طيب اتفضل لا حضرتك لا 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 فضل ده برضو يعني بيعتبر كتبة حضرتك انت عارف يعني لا كتبة كتبة فضل بص حضرتك انا ممكن اوافق بس مش عشان الفلوس ولا حاجة يعني لكن عشان انا اساسا راجل شاعر وحساس وعندي مشاعر فمقدر كويس قوي يعني ايه واحدة تتصدم عارف حضرتك انا اتصدمت بتاع خمستاشر مرة قبل كده فاكتر من واحدة اتصدمت بيها بس خلا اسباب خارجة عن اراضتي عشان كده اما بقول له حضرتك ان انا موافق فانا موافق يعني حضرتك تحب نبتدي شغل من امتى دول خمستاشر الف جنيه ممكن نبتدي من امتى نبتدي زي ما حضرتك تحب امتى بالزبط لا يمكن لا 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 يمكن استحمل ان انا اشوفك بتبص الواحدة تانية وبقرطي الحرة انت عن عايزة بس عوامل موساعدة يعني علشان تقتنع بحكاzet بص يا سيط جبتلك ايزازة الفارفن اللي انت بتحبيها لا طيب جبتلك علبة الماكياج اللي كان نفسي فيها من زمن وانا كنت precaول تبقالك ماعيش في الوسوب بتاع اهي دي مش فروساوي عادل إيه ده؟ بلاش دي؟ إيه رأيك في ده؟ خمس تلاف؟ بص يا عادل هو طبعاً طبعاً يعني إنسانياً هو لو هدف نبيل أوكي زي ما أنت عايز يعني عادي يا يا حبيبي كل السلين دي كنت مسافر آه! آه! كنت مسافر وبلغت تشلني بقى. بالضباع! آه! دول شغالين إن هو بيخدموني يعنى. لأن أنا صراحة جربت الرجالة! بس الرجالة بقى مكانوش مصبوطين. يعنى يكونو بيأكلوا المخدرات ويحطوى لي بدلها في حاجة ولا ايه؟ ايه بيت الروح باللي انت ساكن فيه ده؟ ايه لو مش عاجبك يلا رواحي اقوم رواحي لا يا حبيبي انا طول ما انا معيك مش هخاف من حاجة ابدا اهه طيب يلا بقى نأكل بقى ايه ده؟ بيدك يا حبيبي؟ اه بيدي ايه في ايه؟ كلي حضر حكل كلي يلا ايه انت بتعمل ايه؟ ايه اللي بعمل ايه؟ بحط الصلاة ع المهلبية أنا كده احط الصلاة ع المهلبية وبعدين كمال بأكل البطيخ جوه البتنجان بنعمل معشبتنجان بالبطيخ في حاجة ولا ايه؟ دي بقى كوكتلي جن عملي Dallas أيها بتقول أكيه يا مفيش حاجة أكلي أكل طب WATÓtأكل إنت أنا مش عايزة أأكل ليه حبيبي ليه أنا راجل رازل إيه؟ عايزة إيه؟ خلاص إلي تشوفه في راحتك لو سمحته الشيرو الأكل ها؟ الشيرو الأكل أيوة أنا هقوم بها الخطة ألفو بالذي المختة بيه بالذي آاه! ما أزيت! ما أزيت! أنا حطل حمود حمود! أهاته لأكل اللي بيتاكل بعد الأكل! فين الترمس؟ هات الترمس! ايه 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 انا بحب أزفل انا بحب أزفل في حولها يطيق حاجة ولا ايه نيش حاجة عملي عملتي حاجة انا بس عايز اسألك فين هاني حبيبي بتاع زمان فين مامتك وباباك مامتك وفين الفيلة المنصورية ليه مساكن هناك الفيلة المنصورية ولا كان عندي فيلة في المنصورية انت انسيت يا هاني انا انا هفكرك انت بتخش كده بتلاقي الفيلة في وشك وبعدين بتلاقي نفورة مية نفورة واليمين الباركينج والشمال الجنينة والبسين وورا ملعب التانس انتنسيت اه 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 بعتهم انا بيعتي كل حاجة عشان خسرت الفلا دي خسرتها في الامارة عشان راجل امرتي عشان راجل واحدين عارفة بو يا امي اتبرت منهم وحجرت عليهم عايزة حاجة ولا ايه يا لهوي لهوي يا ماما انتنسيت شو انا يعني انت قصدك ان احنا هنبتدي من السفر لا دا احنا هنبتدي من تحت السفر بقى عارفة هنبتدي من على البلاط هبتدي بقى من على البلاط كده وانعيش على البلاط والفترة اللي جاية دي هتبقى ايه يا مصودة مش علينا احنا بس على كل اللي هيعرفوني بجد؟ من البلاط؟ من البلاط واو الله حبيبي انا هفضل جنبك طول عمري ومش هتخلى عنك انا بموت في البلاط امه رسوة امه رسوة ايه اللي بتحب البلاط دي؟ موسيقى 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 اعمل ايه اعمل ايه؟ بص يا بيبي اقصر الطرق للوصول الى الهدف المواجهة والضرب تحت الحزاء الحزاء ايه لأسو شربيه انت مش فاهمة مش فاهمة رانياء اذا、 لعبودة من وقفة حاسمة بعد التفكير بعد التروي شوية الدفاع شوية سادية وتقول لها كده في وشها يا ستة انا متجوز وعندي بنت ايه بس على فكرة يعني ده كده ممكن تزعل جداً يا سلام والله امر احنا كنا بنعمل التمثيلات دي كلها ليه؟ مداحي لا تكون صدقت نفسك يا عادل يا سعيد لا 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 ما صدقتش نفسي ولا حاجة بس يعني اعتقد ان دي مش هتبقى نهية يا سعيدة احسن ما خليها لك فيلم رعب يا عادل خلاص نخليها دراما واطلع اقولها ياسمين تعلي يا حبيبتي قافي جنب بابي بابي هان موسى نرمين في حاجة مهمة جداً عايز اقول هالك يعني قول لي يا حبيبي بصراحة يعني انا متجوز والست دي مراتي والبت دي بنتي والست دي امي اه وده بابا وده جوزي وده ابني هاني ما تجوزت وحدة غيري يا هاني اه 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 صراحة يعني اتجوزت غيريك لان انا اساساً راجل فلاتي انا ايه فلاتي يا بابا؟ انا عادل حبيبي دي حريتك بعدين الشر هدالك الحق انك تتجوز اربعة واذا كان على بنتك فانا هعملها زي بنتي بالظبط احبك اعمل ايه بابا؟ ربي بص صبري بدأ يستنفس كل اغراضه اه اه خدي دي بقى خدي دي بصي عارفة الناس دي انا هاجرها خالص وما بصرفش عليهم خالص؟ برافو عليك انت كده بتعلمهم ازاي اعتمدوا على نفسهم انا كل حاجة اللي عايزيها فروج اللي لقيتها فيك انا بحبك اوي اوي بص انا هصرف على البيت طب اقولي كلمة ده ما تصرف على البيت ما تجوزها وتصرف عليها ملا تكا امك بلاش 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 امه خالص بلاش بلاش انا جدع انا جدع انا جدع انا جدع طيب ايه ده ايه ده؟ دي خامرة يا بيت خامرة انا سكري وبتاع كوباية دي بيع كوبات؟ نا حتى احسن من شغل البازارة العجيب بتاعك ده انا ريس وحكوب بقاتي بقولك خامرة دي خامرة بقولك ايه انت حطيتي فيها ايه البتاع دي؟ انا خروب وحطيهولك بأيديه دول يا حبيبي اما يا ليه حسنها ابتديت اذكر يا ريس انا 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 بقى دي خامرة يا بيت انا سكري ودي خامرة عايز حاجة؟ اشرب خامرة يا هاني اه ايه ابتديت تكرهيني يا حبيبي لازم الستة تقف جنبها حبيبها في كل المواقف ويعني في الصح بقى في الغلط مايفرقش بص انا هقف جنبك واخدمك بعناي مش هسيبك ابدا ابدا تحب اجيبلك تايك؟ ايه لا انت مش فاهماني انا صائع يعني انا بقى ابتع رقصاته بتاع موالد وبقى مش قاعد اشرك جيوب الناس واخد محافظهم واخد فلوسهم لا موالد يعني عندك نزاعات فنية انا كمان بحب الفوركلور الفوركلور ايه اللي انت عارفه فوركلور اللي انا بعمله بقى مش فوركلور خش امولد اما خلت تعيش الحق ويه التالي في حق ارتخلتنا عيش الحب واليام كانت خوف كل الناس جلوية معنا يا حلوية كل الناس جلوية معنا يا حلوية قلنا عدية برية الدنيا والناقصى هاي نرمين هاي يا حبيبي ازايك؟ ازايك نرمين انا عايز اعترفلك بحاجة اعترفلي انا انا عيل طول عمري بحبي البراه لا يعني انا عيل بحب اقلبس اللبس بتاع العيال كده ويعني من الاخر انا متصابي حبيبي انا عارف انا تحت لبس ده في راجل جد جدا 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 ايوا يعني بس عارفة انا بحب اقعد على النصية واقعد عاكس البنات بتوع سنوي كده هما معاديين ده عشان انت احساسك بالجمال حلو فانت بريق طيب عارفة انا بلعب جيمز ايه المشكلة بتحب المنافس الشريفة يا نهري سوا طب بصي من الاخر انا بقعد العب في المراقين اتو فراد اللي عمي انا بقى عام لوراك طيب انا بحط جل في شعري استاذ شعرك وصير قوي هطول شعر جدا وهحط في جل والعلمك بقى انا مسهل الاعلى سعد الصغير اتو انت قلبك كبير طيب انا ماشي انا ماشي انا ماشي انا رايح فين بس يا هاني ارايح عندي تدريب رأس وما انا مقدرش عايش من غير رأس لان الراس عارفة ب ياه أولي أفضل ها؟ ها؟ يا دولا بقى اسمعني بقى يا عم بقى عايزيه اخلص اخلص بص بقى في الفكرة دي يا دولا احنا من الاخر كده هون يعني نجيب اتنين رجالة يضربوك انت عايزنا تضرب وساكب من الصبح عشان تقولي اضرب استهب اليالا؟ يا دولا لا ده كده وكده عمونة عملها معاك يعني يضربوني ازاي يعني طيب ممكن تبقى فكرة والله هتلاقيهم فين العال دي ما تقلقش يا دولا ده انا بورما ميز بص انا تكتبت وعملت كل حاجة وبعدت اوصي على اتنين ايه رجالة هيكلوا الزلط حلو يبقى بعد ما يخلصوا اكل زلط هتهمل على هنا على طول ماشي؟ ماشي يا دولا بقولك ايه بقى معلم ايدك بقى على ميت جنيه علشان اوصي عليهم ده رجالة يعني هياخدوا ميت جنيه؟ اه ماشي بس على شرط يوقموا يا دولا انا لضربهم الاول ماشي يا دولا بس كده دول رجالاتنا يعني طيب اجري انا بقى ارحق ابلاقهم في البيت عشان يستعد اقولهم عالخطة الجديدة دي اول مرة هتفكر صح يالك يوا 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 سلام يا دولا سلام عليكم وعليكم السلام اتفضلوا رجالة احنا سننا لما الاستاذ عادل خرج وقلنا الجينك بقى احنا على طول مية مية وانت هتقفشنا كان بقى في المصلحة دي ان شاء الله ان شاء الله كل واحد خمسة جنيه خمسة جنيه؟ اه اسمة العادل انا واخد ميت جنيه اه اذا كان كده بقى ماشي حسنا اهلا اهلا حشتني وانت وحشتيني اول صراحة اهلا موا سهلا أهلا.. آهلا.. سهلا.. كنت عايز أقولك على حاجة يعني أنت كنت بتقولي أني أنا عاجبك على أساس أن أنا راجل ولي أعضلات وكده، مش كده؟ آه عضلات هي خسط شوية بس لسه قوية آآآ يعني حاسة أن أنا قوي جداً وأقدر أغلب أي حد أو كده؟ طبعاً يا حبيبي أنا عارفات كويس جداً آآ عارفاني كويس جداً إيه ده الجرس بيدرب يا تارا مين؟ يا تارا مين؟ يا تارا مين اللي جيلنا؟ يا تارا مين؟ لا ترميه الله يا براوة عليك يا ده رمزي جايب رجالة تأكل الزلط بالعربية بتاعتها هؤلاء طلقت وصلوا الدريبة للمنازل؟ الشغل ما يستنيكوا جوه يا رجالة ايه بيت المجانين ده؟ هشوف عايزين ايه دول ايوه ايوه خير تحت امروكم اربيت حضرتك زنية عربيتنا بعدين اخرجها طيب هؤة و ماااتخرجوا هاش وأنا مالي عنوكم اخرجتوها هايه عايزين حاجة تاني؟ يا امم احنا وراونا تدريب حديد وطخرنا بتينيسا بتضربوا ك affecting هتفضلوا بتطربوا لامتا في السن ده وتتلعبوا امتا؟ تنعبوا كتا يوم بتضرب مهي فريد شاوي ايه دا محمود البيليجي سيبوا حبيبي يا متوحشين سيبوا معك فيها ضرب عادي الابني دا ممثل هاي مقلع كده انت الضرب عامل حسابه ياه على تفتيت قطك ياه ياه ما حصلش ولا فريد شاوي خلاص بقى فريد شاوي فريد شاوي ايه دا محمود البيليجي اللي كان بالضرب ايه 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 将itch ما بتجيش الا بتضرب يلا كده؟ طيب انا بقى هاتصل بأن اوأرئيكم عدل ما تقوم يا عدل مهمش شايفاك هيقوم بقى يا عامل ما تعيشي فالضروا تصدق نفسك بقى ايه ما تردش ليه? عادل بين عامل مت قمس بجد وفاكل نفسه ما ضروب بجد يا عادل 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 حبيبي البوليس مشغول مش بيرد علي شيل يا ماما شيل معايا شيلوني دخلوني جو يا ماما شيلوني دخلوني جو شفتني شفتينه انا بتضرب شفتك شفتك كريفتيني بالعكس ده انا حبيتك جدا شفت قد انت شجاية دخلت بينهم مع ان او قدقتك مرة تاني الرجالة دول ضخمين جدا حبيبي مصاريف العلاج كلها علي اوه هتىكلو بقى هتىكلو يكملو علي هتىهم يكملو علي مِوتُون ونخلص بقى اروح يا حبيبي ده انت عندك جروح فزيعة بنروح على نفسك لا يطألك ع يعي اوه داهري 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 عيني عين اوه رجلي رجل 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 تكسرت ولا ايه دي ده ايه رجلي لا لا الا على رجلك ده تعوير عاورون عاوروني لا لا ده شعر في رجليك لا تبعادي يعني لا مش عايزي انا ما اعرف جدا جدا من الشعر بتكره الشعر بتاع الرجليك لا لعلمك بقى انا عندي شعر كمان في ادايك اه وعن شعر في صدري واقولك كمان عندي شعر جاءني ده بيتور جامل جدا بس انا بحلاقه كل يوم الصبح مش عادرة صده لا 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 مش عادرة اه وعن شعر ده بقى بيبقى يعني انت خلاص كريتيني كده ولا ايه اه انا كريتك وكريتها ايدي كلها اه كده اقدر يموت وانا بالسلية السلام عليكم خدني من هنا انا مش هزعف البنده انا ثانية واحدة يلا الحمد لله دولة سلام عليكم دولة انا الاتنين اللي انا كنت متفق معاهم علشان يجوا يضربوك ساقوا في الندالة بقى وطلبوا خمسة جنيه زيادة فانا بقى فاركشت الموضوع اه لا 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 انت مين انا والله العظيم ما اتكلمتها حضرتك انا الاستاذ رمز الجمال مروت تماثيم انت نسخة مخاطبها الاولاني انا مسخة انت نسخة وانا اتفائي هيكون معاك انت شخصيا اشتركوا في القناة